ليه بنشير عمياني؟ طيب إحنا لازم الأول برضو نبقى متفقين أنه مش كل المشاهدات ومش كل اللايكات ومش كل التعليقات اللي بنشوفها بعدد كبير جدا لهذه القنوات أو هذه الميديا اللي بتأتي من الأعداء من أعداء الوطن من تيور الظلام من الجماعات الإرهابية مش كلها حقيقية بعض منها طبعا لجان إلكترونية بعض منها مدفوعة الأجر بعض منها شغل من الدعاية اللي بيقدموها عشان يبينوا قد إيه هما ليهم جمهور وليهم جماهرية وليهم متابعين فجزء منها مش ممكن نصدقه الجزء الآخر أحيانا بيكون منها الفضور إنه هو بيتابع هذا المحتوى وهذا المضمون ولكن لا يقتنع به هي المشكلة عندي في المجموعة اللي ممكن تتابع هذه الأشياء وتسد هذه الإشاعات وهذه الأكاذيب اللي بيروجوها اللي إحنا برضو لازم نؤكد إنهما مش عددهم كبير عددهم قليل ولكن إحنا حتى هذا العدد القليل لازم نواجهه بكل الطرق بكل الأشكال ولازم نواجهه بالطرق اللي هما بيقوموا بيها يعني إحنا دلوقتي بنتكلم على أشكال جديدة من تقديم الإشاعات ما بقيتش فقط المحتوى النصي اللي إحنا معتدين عليه مش بس الكلمات من خلال الدردشات بين الناس لأت بقيت فيه أشكال أخرى للإشاعات مثلا الصورة المركبة دي في حد ذاتها شائعة لأنها مش حقيقة الفيديوهات المركبة واللي فيها تلاعب تلاعب صوتي تلاعب في الصور فيها كومبيوتر جرافيكس حتى الستاندب كوميدي اللي بيقدم المعلومة أو ممكن يقدم الترفيه ويقدم السخرية والفكاهة فيجذب المشاهد هو أيضا بيقدم جواه الشائعات الأشكال الجديدة للكاريكاتور اللي هي بقت أقرب للإلكترونية اللي بيطلق عليها الميمز اللي بيطلق عليها الكوميكس حتى هذه الأشكال بقت بتقدمني أيضا الإشاعات فبالتالي لازم أنا أواجه كل هذه الأشياء بطرق مختلفة منها الثقافة الإعلامية منها التربية الإعلامية اللي ممكن نتكلم عنها بشكل مفصل لاحقا ولكن في نفس الوقت إحنا في الوقت الحالي بنقدر نواجه كل هذه الأشياء بالشكل الرسمي اللي ظهر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لصفحات المؤسسات الحكومية الوزارات مجلس الوزراء بقينا دايما بنتابع أيضا مجموعة من البرامج اللي بتظهر وبتركز على تقديم الحقائق ونفي الإشاعات حتى كمان على الرول على الشاشة بقينا نشوف نفي لكثير من الأخبار ولسه كنت بتابع طبعا الشاشة عند حضرتك أكتر من مؤسسة وأكتر من جهة وأكتر من وزارة بتعاون نوزهر كمان مع المركز الإعلامي يعني إيه الناس بصراحة زي ما تدوننا الحكاية دي تفصيل بيتدوننا بقى الحاجات اللي مش تفصيل يوم بيوم زي ما بيتقاتل تقدمها وتكرارها على الشاشة ده في حد زيته بيوصل المعلومة وبيأكدها وبيجعل المتابع أو بيجعل الجمهور يثق فيه مصدقية القنوات اللي بيتابعها لأنه دي قنوات اللي بيأخذ منها المعلومة الحقيقية ترجمة نانسي قنقر